في مجال الجراحة العديدة من الأخصائيين الوطنيين الجراحة الباطنية، الواقع والآفاق تحت هذا العنوان يلتأم هذا اللقاء العلمي الرابع من نوعه الذي تنظمه الجمعية الموريتانية للجراحة ويشارك في هذا اليوم العلمي عدد من الأخصائيين التأموا في هذا اللقاء لإنعاش حلقات نقاشية حول أهم المستجدات العلمية والتحديات التي تواجهها للجراحة تجمع هذه المناسبة بين العلم والخبرة وتشكل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب في مجال الجراحة وتسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال المهم تنتظر الوزارة من المشاركين على أساس استقراء استقراء وضعية الجراحة في بلادنا أن يتقدموا باقتراحات ملموسة وتعهدوا هنا بأن الدولة ستليها منتهى العناية رئيس الجمعية الموريتانية للجراحة بدوره تحدث عن أهمية هذا اللقاء إن هذا الملتقى يهديه بالأساس إلى عرض البحوث العلمية وتبادل الخبرات بين الأطباء والجراحين مما سينعكس بالإجابة على الرقيب الأداء الجراحي خصوصا في هذه الفترة التي ستشهد في افتتاح مراكس جراحية متطورة بمعايير الجودة العالمية أخصائيون من مختلف مكونات منظمتنا الصحية يجتمعون في هذا اللقاء لنقاش أحدث المستجدات في مجال الجراحة يهدف هذا اللقاء العلمي أساسا اللي ينظم في هذا الوقت بذات إلى تبادل الخبرات بين الجراحيين من أجل ونشر بحوثات العلمية في مجال الجراحة في البلد والتي تشهد الحمد لله تطور ملحوظ حيث يلاحظ في السنوات الأخيرة أن المرضى يتم معالجتهم في البلد الحمد لله بطرق علاجية جراحية ناجعة الحمد لله وحديثة وسيصدر المشاركون في هذا اللقاء توصيات ينتظر منها الرفع من جودة الخدمات الصحية في البلد ترجمة نانسي قنقر